هذا القرار بالتأكيد سيحدث لذلكبير في الشارع المصر نريد من مجلس الوزراء ان يعمل لنا تفسير لهذا القرار الهم والخطير اللي بيمس قطاعات كبيرة جدا تكتك موجود في كل حتة وقولوا انه هتعوضهم ولا هتدوهم السيارات البديلة وكيف سيجري تنظيم هذا الامر ان احنا فعلا محتاجين لهذا التنظيم الاحتياط الاجنبي لمصر شهد على مدار خمس سنوات ارتفاع الى مستويات تاريخية غير مسبوقة سجل حجم الاحتياط من النقط الاجنبي لمصر من 16 مليار و 687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014 ليرتفع الى نحو 45 مليار دولار في نهاية اغسطس 2019 بزيادة قدرها نحو 28 و 28 مليار دولار وهي اعلى زيادات منتظمة شهريا في اصدت الاحتياطات الدولية لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري المسؤول عن اعلان ارصدته في الاسبوع الاول من كل شهر في اول اجراء للمجلس الاعلى الاعلام بشأن حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي خالد دكتور عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلى تنظيم الاعلام ان المجلس قرر مخاطبة السلطات المعنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان بالساحل وكذلك نقابة المهن الموسيقية رغم انها الشاكي ونظر ما سيأتي من المصنفات الفنية لبحث ما سيتم اتخاذه محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اصدرت حكم بعدم قبول الطعن المقدم من اولياء امور طلاب الصف الاول الثانوي لالغاء النظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الاداري مفيش قرار الاداري قضت المحكمة برئاس المسشار سيد الهندوي نائب ريس مجلس الدولة بقبول الدعوة شكلا بالنسبة للطلب وقف تنفيذ والغاء قرار وزير الترب والتعليم رقم 344 سنة 2018 فيما تضمنه من اعتماد نظام الدراسة والتعليم باستخدام التابلت الالكتروني من خلال شبكة الانترنت وبرفض طلب وقف تنفيذه والزمت المدعي بالمصرفات وامرت بحالة هذا الطلب الى هيئة مفاوض الدولة لاعداد تقرير بالرأي القاروني في موضوعه